السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو ححل معاكم نموزج لاختبار إنجليزي الصف الأول المتوسط الفصل الدراسي الأول هذا النموزج مكون من عشرين سؤال حنحلهم مع بعض ونشوف الإجابات الصحيحة حنبدأ بأول سؤال بقولنا I have إما some ولا أ ولا آن طبعا الإجابة الصحيحة هي an apple I have an apple لماذا؟ لأن كلمة أقل هي مفردة وبدأت بحرف من حروف البول الخمسة ما هي حروف البول الخمسة؟ هذه هي حروف البول الخمسة إجازة جاءت الكلمة مفردة وبادئة بأحد هذه الحروف حنحط على طول الإجابة an السؤال الثاني متى؟ دائما the evening وmorning وأفترنون دائما تأتي معها in أن تأتي لأيام الأسبوع تأتي مع الوقت مثلا نقول at 6 o'clock أن حنقول on Saturday, Sunday, Monday إذن evening وأفترنون وmorning دائما تأتي معها in she cooking now طبعا اللي ناقص مع G she يأتي معها is he وshe دائما يأتي معها is والفعل لازم ييجي بعدها مضاف إليه ing يعني عند ظهور is أو am وare لازم الفعل يأتي معها ب-ing لأنه نتكلم عن now الآن في هذه اللحظة choose the correct letter أو letters to complete the word عنا word بتنتهي ب-ess إذن الكلمة الصحيحة طبعا الفراغ هو في بداية الكلمة وليس في نهايتها طبعا هذا خطأ مطبعي إذن الكلمة هي dress dress وتعني الفستان dress can they swim سألنا ب-can they والإجابة yes إذن الإجابة تأخذ من نفس السؤال بما أن السؤال can they إذن الإجابة yes they can he is a teacher دائما قلنا مع he و she و it يأتي الverb to be is إذن هو معلم he is a teacher طيب is your name what is your name دائما إحنا منسأل ب- what is your name ما منقول why لأنه why نسأل عن السبب ولا منقول how لأنه how تسأل عن الحال rug طيب هنا النقاط أيضا خطأ مطبعي المفروض أن تكون في بداية هذه الكلمة وهي كلمة frog وتعني الضفضة frog frog last year يعني السنة الماضية هنا بنتكلم عن ماضي إذن هناخد الverb to be اللي مكتوب بصورة الماضي وهو was was هنا هو ماضي من am إذن I was in sixth grade السنة الماضية كنت في الصف السادس I was am و is هنا مكتوبة في المضارع بما أنه جاءت last year ممكن تجينا yesterday هدول الاتنين يدلون عن الماضي إذن نختار was I go to school طيب هنا أجانا وقت إذن هنقول at six o'clock at دائما تأتي مع الوقت زي ما قلت لكم in تأتي مع the morning afternoon evening on تأتي مع أيام الأسبوع ليا Saturday Monday Tuesday إلى آخر where are you from من أين أنت دائما الإجابة بتكون I am from جدة إذن I am from جدة أنا من جدة choose the correct word أي منهما هي الكلمة الصحيحة وكتابتها صحيحة هل هي ear ek أم tooth ek أم head ek طبعا هي head ek وتعني الصداع ear ek لازم يكون في ينفصل كلمة ear عن ek وتوث ek أيضا أما head ek هي كلمة واحدة متصلة إذن هي الكلمة الصحيحة وتعني الصداع they plays ولا played ولا play football yesterday yesterday وتعني الماضي البارحة زمن ماضي إذن الكلمة المكتوبة بالزمن الماضي هي played played أما plays وplay مكتوبة في زمن المضارع إذن الكلمة الصحيحة played does your school have a school bus طبعا سألنا بضز إذن الإجابة حتكون بضز أيضا yes it does نسأل هل مدرستك فيها bus للمدرسة هنقول yes it does it هنا عائد على المدرسة I I get up early every day ولا got up ولا gets up دائما I بما أنه نتكلم عن المضارع هنقول I get got الأولى هي الزمن الماضي هي فعل كتبة بالزمن الماضي وgets أيضا مضارع ولكن تأتي فقط مع he وshe وit لا تأتي مع I I تأتي معها get بدون أي إضافة في الزمن المضارع they talk to me هم يتحدثون إلي طبعا me هي الإجابة الصحيحة he ما بتيجي إذا ممكن نقول عنه عن شخص he talked to him him هي الضمير العائد عن متكلم ما منقول they talk to he ولا they talk to I إما they talk to me أو they talk to him أو they talk to her إذن الإجابة الصحيحة هنا they talk to me she pizza هنا أجد she ونتكلم عن المضارع وبعد she قلنا لازم نضيف s للفعل إذن she likes pizza she likes pizza I am طيب هنا أجدنا am بعد I إذن الفعل يجب أن يضاف إليه ing حيصير I am doing إذا جاءت is أو am أو are في الجملة يجب أن نختار الفعل المضاف إليه ing إذن I am doing my homework now الآن أنا أفعل وأحل واجبي this is my friend هذه صديقة اسمها أمل اسمها هي إذن هي بما أنها مؤنت هنقول her name is أمل هي صديقتي اسمها أمل her name طيب متى هنحط his اللي هي الإجابة الأولى إذا كنا نتكلم عن مذكر إذا قلنا هذا صديقي اسمه هنقول his name is مثلا علي طيب their name لما نكون نتكلم عن مجموعة هؤلاء أصدقائي يعني مثلا these are my friends ونحط اس للفعل المجموعة ونقول their names are مثلا علي and أحمد لما نتكلم عن مجموعة هنا تكلمنا عن أنثة ومفرد إذن هنقول her name is أمل ماذا تفضل أن تشرب طبعا هتكون الإجابة عصير البرتقال ما هتكون الإجابة yes I am ولا fine thank you طيب إحنا كده انتهينا من حل نموذج اختبار إنجليزي الصف الأول المتوسط حنشوف مع بعض الإجابات أنا قلت لكم أنه حيحط لي إجابة السؤال الأول خاطئة اللي هي an apple هي ليست خاطئة التصحيح هو الذي أخطأ التصحيح خاطئ دائما منقول an apple وليس a apple حوريكم الإجابات سوفو حاط لي السؤال طبعا كل الإجابات عندي صحيحة فقط السؤال الأول زي ما قلت لكم حيحط لي عليه خطأ اللي هو I have a apple خطأ ما منقول a apple الإجابة الصحيحة زي ما أنا كنت كتبها an apple لأنه apple مفرد ومبدوء بحرف من حروف ال vowel هنبدأ كمان بحل نموذج آخر الانجليزي الصف الأول المتوسط هنبدأ بأول سؤال he is from england هو من انجلترا إذن so his nationality his nationality جنسيته ستكون ماذا canadian كندي أم russian لهو روسي ولا english طبعا الجنسية ستكون english طيب السؤال الثاني طيب بجانا you from saudi arabia بما أنه في you إذن هيكون are are تأتي مع you هل أنت من السعودية طبعا is لا تأتي إلا مع he وshe وit وam لا تأتي إلا مع i وهنا جاء في السؤال you إذن are you هي الإجابة الصحيحة تقل إلى السؤال الثالث my father brother is طيب من هو أخو والدي أخو والدي أخو والدي هل هو my cousin هل هو ابن عمي لا طبعا my grandmother لا طبعا ليست جدتي إنما هو my uncle عمي هو أخو والدي طيب she have a sister she doesn't have a sister لأنه هنا الجملة في المضارع البسيط إذن هي ليس لديها أخت بما أنه she she دائما في النفي تأتي معها does not she وهي و it يأتي معها في النفي does not أما don't تأتي مع they we you و I يأتي معها don't did not نضعها فقط إذا ظهرت yesterday نتكلم عن شيء ماضي السؤال اللي بعده my brother has a cat أخي لديه قطة that's my هي قطة أخي بما أنه أخي مفرد وليس مجموعة إذن حتكون الإجابة brothers اللي هي فاصلة بعدين حرف الاس لأنه أخي مفرد ولديه قطة واحدة إذن my brother's cat عشان أخويا مفرد حطينا البستروفي اللي هي الفاصلة العلوية بعدين الاس إذا قلنا في السؤال my brother's cat حطنا اللي brothers كانت مجموعة إخوة أو إخوتي مجموعة إخوة هنقول الاس بعدين الفاصلة للملكية طيب the plural form of the word knife ما هو جمع هنا كلمة plural تعني جمع ما هي جمع كلمة knife سكينة إحنا قلنا أي كلمة تنتهي ب F E جمعها يكون ب V E S إذن جمع كلمة knife هي knives V نلغي F ونحط بدالها V طيب the plural جمع كلمة boys 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 بما أنه قبل حرف Y حرف من حروف L vowel إذن فقط نضيف S ما نلغي Y ونحط I ES متى نلغي Y ونحط I ES إذا كان قبل Y consonant ليس من حروف الفول الخمسة لا بقية الحروف هي لنلغي Y ونحط I ES في الجمع أما هنا boys بما أنه جاءت قبل Y حرف من حروف الفول الخمسة إذن فقط نضيف S للكلمة في الجمع السؤال التامن There A bathroom Down Stair طيب Bathroom واحد فقط مفرد واحد إذن هيكون There Is Not A bathroom Down Stair ما حنقول R لأنه R بتكون للمجموعة إذا قلنا Bathrooms مجموعة أشياء منقول R Not لكن هنا bathroom مفرد حمام واحد الله يكرمكم إذن هنقول There There is Not A bathroom Down Stair لا يوجد هناك حمام في الأسفل طيب The cat is the mouse تجري الكات خلف الماوس إذن الكات أين موقعها خلف إذن The cat is behind Behind هنا تعني خلف On تعني على و In front تعني أمام بما أن سألنا عن الكات هي خلف الفأر أما الفأر هو أمام أمام تعني In front of طيب السؤال العاشر I can speak English أنا أستطيع تحدث اللغة الإنجليزية لكن I cannot speak French لكني لا أستطيع التحدث باللغة الفرنسية إذن هنقول But But I cannot لأنه هنا شيء ضده شيء وعكسه ما منقول And لما نعدد أشياء متشابهة بقول I can't I can speak English and difference لكن هنا شيء وضده شيء مثبت وشيء منفي يعني أنا أستطيع أن أفعل ذلك لكن هي But لا أستطيع فعل هذا الشيء الثاني هنشوف كده إحنا انتهينا من حل نموزج اختبار الصف الأول المتوسط هنشوف دحين الإجابات إذا كانت جميعها صحيحة السؤال الأول صحيح English السؤال الثاني R صحيح الثالث My uncle السؤال الرابع doesn't السؤال الخامس Brothers زي ما جبنا صحيح والسؤال السادس Knives ما الجمع كلمة Knives صحيحة أيضا والسؤال السابع Boys أيضا جمعها نضع فقط S السؤال الثامن أيضا صحيح السؤال التاسع أيضا صحيح والعاشر صحيح عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أيضا نموزج لاختبار إنجليز الصف الأول المتوسط هنبدأ بالسؤال الأول Choose the imperative with the picture يعني استخدم الأمر مع هذه الصورة هنا صورة كاميرا محطوط عليها إنه ممنوع التصوير طيب بالإنجليش ماذا نقول Don't use cell phones أم Don't take photographs أم pay here الأولى لا تستخدم هاتفك الخلوي الثانية لا تأخذ صورا والثالثة ادفع هنا إذن الاختيار الثاني هو الاختيار الصحيح question number two what's what's طيب هنا السهم محطوط بجانب القلم إذن هنقول what's this أم what's that أم what's those this للقريب وبما أنه السهم قريب من القلم الرصاص إذن الاختيار هيكون what's this إذا كان القلم بعيد جدا عن السهم هنقول what's that أما those هنا تأتي للجمع وليس للمفرد you can see the moon هنقول the moon لأن moon شيء فريد لا يوجد منه إلا واحد قمر واحد في السماء دائما الأشياء التي لا يوجد منها إلا شيء واحد زي القمر والشمس نقول عنها the نضع قبلها the يعني اختر الطلب المذكور بطريقة مؤدبة هل هنقول help me أم can you help me please ولا me طبعا can you help me please what is your email address my email address is كيف يكتب الإيميل نكتب إيميلاتنا بهذا الطريقة number one لأن number two الاختيار الثاني هو رقم هاتف والاختيار الثاني مكتوب your name هنا ما طلب مننا أي حاجة عن الاسم question number six طيب هنا are you from طبعا النقاط هي قبل في بداية السؤال وليس في نهايتها هنختار where are you from إذن دائما السؤال لما نسأل من أين أنت هنقول where are you from excuse me لما نقول excuse me هل هذا question طبعا لا ليس سؤال هل تعني happy سعيد لا طبعا هو an expression to get someone's attention هو تعبير للفت انتباه شخص ما دمام is in ساودي ارابيا دمام هي في السعودية إذن add خطأ or خطأ دائما نختار in لما يكون شيء في شيء آخر السؤال رقم تسعة what's this ما هذا عنا هنا صورة غسالة إذن هي washing machine هل هي لم لا ليست لمبة ليست كاميرا إنها washing machine طيب question number 10 منقول stand up طبعا برضو النقاط هي بعد الكلمة stand up يعني قف stand up إذن تعني قف طيب هنرسل إجابات ونشوف إجابات السؤال الأول حط النصح الثاني أيضا إجابتنا صحيحة والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع وأخيرا العاشر إذن كده إحنا انتهينا من هذا النموذج وشكرا لكم من هذا النموذج من هذا النموذج